وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بمراعاة تأسيس البنية الأساسية الكهربائية للمشروعات القومية الكبرى وذلك لاستيعاب الزيادة المستقبلية في الأحمال الكهربائية نتيجة لمعدلات التنمية الآخذة في التوسع على مستوى الجمهورية جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية هذا وقد أوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه بالاستمرار في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز مكون الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها وذلك لتنويع مصادر امدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في مصر هذا وتناول الاجتماع جهود توفير التغذية الكهربائية للمشروعات القومية الكبرى على مستوى الجمهورية خاصة ما يتعلق بالموقف التنفيذي للمشروع الزراعي العملاق الدلتة الجديدة والمشروع القومي لتنمية سيناء كما استعرض الاجتماع مستجدات التعاون مع الخبرات العالمية في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد طاقة الهادروجين الأخضر وكذلك مستجدات مشروع الربط الكهربائي الثلاثي مع كل من قبرص واليونان ومع العراق والأردن والربط مع كل من المملكة العربية السعودية وليبيا وذلك بهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة على مدار العام وفقا لاحتياجات كل جانب من الطاقة الكهربائية ترجمة نانسي قنقر